أعزائي طلبة وطالبات شعبة الصناعات المعدنية أهلاً ومرحباً بكم في برنامجنا المميز في بيتنا مدرسة والذي سوف نتناول من خلال هذه الحلقة مراجعة مادة التخطيط وإدارة الإنتاج لطلبة الصف الثالث تخصص تشكيل المعادن والصياغة وخاصة أننا على أعتاب فترة الامدحانات فلابد من مراجعة لهذه المادة والمراجعة دايماً بتتم عن طريق مؤيسة تسمينية بنحدد من خلالها جميع البنود اللي موجودة في كل المؤيسة سواء كانت المؤيسة لأباجورة أو لنجفة أو لوحدة إضاءة إبليك أو لمبادير أو أي أدوات من الأدوات المنزلية كل الحاجات دي بالنسبة لي بتكمل القوانين التي تم حفظها بداية من الصف الثاني حتى الصف الثالث يعني الأجزاء المجموعة اتضربنا عليها كتير القوانين الخاصة بالأشكال المنشورية اتضربنا عليها وإزاي نجيب المعامل الحسابي لكل شكل من الأشكال اللي موجودة عندنا إذن إحنا وصلنا دلوقتي لمؤيسة تسمينية هنشتغل عليها طبعاً في حتة المؤيسة ودي دايماً أنا بفضل أن لابد من قراءة المؤيسة جيداً النظر إلى شكل المؤيسة والعناصر بتاعتها والبنود اللي هي مكونة منها والمطلوب سواء كان حصل الخامات أو حصل الحجوم والأوزان وفي نفس الوقت برضو التعرف على سمن الخامل اللي موجود عندي ونسبة الأرباح والعمر الافتراضي للآلات كل الحاجات دي مهمة جداً على أساس أن أنا أقدر أشتغل عليها من خلال المؤيسة طيب إيه المطلوب مني بقى أولاً؟ المطلوب مني أولاً قراءة ورقة الامتحان قراءة جيدة لازم أتعرف على كل بند ليه؟ ممكن يكون كل بند له سمك معين من المعدن يبقى أنا هنا طالما فيه سمك مختلف من بند إلى بند يبقى أنا لازم أحول المساحة عندي إلى حجمه عشان قاطر في الآخر أجمع مجموع الحجوم كلها مع بعضيها وفي نفس الوقت تبقى الحجوم متحدة حسب الإيه السمك أو متصفة حسب الإيه السمك تعالوا بينا دلوقتي نشوف المؤيسة اللي احنا هنتعرض لها بيقول لي أولاً أباجورة مكتب الرسم المودع عبارة عن أباجورة مكتب مصنوعة من النحاس الأصفر سمك 1 ملي كسافته 8 و 1 من 10 جرام على السنتي تكعيب علماً بأن سمن كيلو النحاس 61 جنيه ونص بعد كده مواصفات المؤيسة واحد جزء مشكل من نصف كرة مصمتة قطرها 2 و 4 من 10 سنتي هنا ممكن تكون البنود مش موضوعة على المؤيسة رقم واحد يعني ما بقولش رقم واحد ورقم اتنين ولكن انت تقدر تستنتج وتحط الأعداد اللي موجودة عندي واحد بداية من أعلى اللي هي جزء مشكل من نصف كرة اتنين مخروط مؤس مصمت ده الجزء التاني على طول من أعلى يعني أنه لما جابه صلة بقى بص لها أن الجزء بالنسبة لي اللي هو من أعلى ده دي رقم واحد بعد منها رقم اتنين بعد منها تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طبعا كل دي ترتبات ممكن أنت تحط الأرقام عليه اتنين مخروط نقص مصمت طبعا المخروط النقص المصمت ده من ضمن الأشكال اللي بتحتاج وأنا بحلها بيحتاج مني أن أنا أمشي تابع القانون واحدة واحدة لأن حجم المخروط بيساوي تلتة عين افتح قوص نق واحد تربيع زائد نق اتنين تربيع زائد نق واحد في نق ايه اتنين يبقى هنا المخروط ده قانونه صعب ولذلك هو متجزأ لكذا جزء لما هنيجي نوصل للحل الحل بالنسبة لنا هيبقى سهل وبسيط بيقول لي عدد اتنين سلك قطاعه نصف دائره قطره تلتة من عشر سنتي ملفوف حول القاعدة الكبرى للمخروط النقص قطره الداخلي أربعة عشر عدد اتنين ستوانة قطرها واحد واربعة من عشر سنتي وارتفاعها واحد واثنين من عشر سنتي ومفرغ منها سقب نافذ قطره ستة من عشر بعد كده بقية المواصفات ستة جزء مجموعة على مخرط الجامع قطره فوهته اتنين واربعة من عشر سنتي واكبر التسع له قطره اربعة ونص سنتي او اربعة سنتي والارتفاع من الفوهة الى اكبر تسع واحد ونص سنتي ومن اكبر التسع للقاعدة الصغرى اتنين سنتي وقطر قاعدة الصغرى واحد واثنين من عشر سنتي سبعة مخروط ناقص قاعدته على شكل قطع ناقص قطر القاعدة اربعة واثنين سنتي وقطر القاعدة الصغرى اتنين وواحد سنتي ورسمه ستة من ستة ونص سنتي تمانية منشور سوداسي مشتوف طول دلع قاعدة واحد واربعة من عشر سنتي وارتفاعه المتوسط اتنين ونص تسعة هارم سوميني ناقص طول دلع قاعدة الكبرى خمسة سنتي وطول دلع قاعدة الصغرى ثلاثة سنتي وارتفاع الوجه أربعة وستة من عشرة له قاعدة صغرى عشرة جسم القاعدة رخامية ثمن الواحدة ستة جميع بكده هدرت أن أنا أقرى لك كل بنود المؤيسة بحيث أنك أنت تقدر تتعرض لكل بند بعد كتب في بعض الطلبة ودي طبعا من ضمن الحاجات اللي مش بتكون بالنسبة لنا حلوة أن الطالب ما بيهتمش بقراءة البنود ودي من أخطر مما تتخيل ليه؟ لأنه ممكن يكون عندي مثلا مخروط قدر قاعدته الكبرى ثلاثة وقدر قاعدته الصغرى مثلا اتنين وهو يعكس يخلي دي اتنين ويخلي دي تل يعني هتلاقي فيه مشاكل بتقابله في حتة تغيير الأرقام تغيير الأرقام ممكن يكون مثلا عندي سلك قطاعه مربع طول دي الأربعة من عشرة هو يخلي الأربعة من عشرة دي أربعة سنتي وما احنا ما عندنا السلك طول دلعه أربعة سنتي نهائي دي الكلام ده بقى فيه منشآت كبيرة وليست فيه منتجات من منتجات تشكيل المعادل وصياك إذن هنا لازم أحط في الاعتبار قراءة البند جيدا ويفضل إن أنا وأنا بحل في الورقة الامتحانية أكتب البند تاني ليه؟ يعني أجي أقول له مثلا بند واحد بند واحد أجيبه من ورقة الأسئلة وأكتبه في ورقة الإجابة مش هخسر حاجة بل بالعكس لما يكون قدام مني وقدر أطلع المعطيات بتاعته وعرف إيه المطلوب منه وإيه المجهول فيه وقدر أوصله أبص لإيه قدام مني بالزبط أنا كاتب المثال المثال مش هياخد كتابته في إيدك مش هيكمل دقيقة يعني ممكن ما يكملش كمان 30 ثانية إذن حتة عدم الاستعانة بكتابة الأمثلة في كرسة الإجابة بتؤدي إلى مشاكل أثناء حل الإيه البند ذات نفسه فيفضل دائما أنقل البند من ورقة الأسئلة ثم استخرج من البند المعطيات ثم بعد ذلك تتم عملية الحل حسب القوانين الموجودة لو كان منشور له قوانينه لو كان هرم له قوانينه لو كانت أجزاء مجموعة لها قوانينها ولو كان بعض الأجزاء المسموطة زي السلك والمواصل والكلام ده كله دي لها قوانينها يبقى أنت هنا بالزبط بتعمل عملية ترتيب للمؤيسة اللي موجودة معاك بحيث أن أنا أقدر أحل المؤيسة بتاعتي بمنتهى السولة طب إيه الفايدة التانية من الموضوع ده كله ممكن هنا بحيل بعض البنود يتوقف أو يتعثر التفكير في الوصول إلى حلها طب أنا أكتب البند في صفحة وأسيب وأتنقل البند اللي بعد منه بحيث أنه ممكن يكون البند اللي بعد منه ده مكمل للبند اللي قبل منه يبقى فيه نوع من أنواع التكملة التكملة دي بتؤدي إليه؟ أن أنا أتذكر قانون أتذكر أي حاجة ممكن أرجع للبند فعلاً اللي أنا سبته وأقدر أحل عليه بعدك تعالوا بعد كده نروح بقى لبند رقم واحد أو للمطلوب يقول لي جدوى الحاصر الخامات للمساحات والحجوم ودي اللي أنا اتكلمت عليها وزن الخامل لازم لتنفيذ عدد 6 أباجورات هو عايز لما أصعر المؤيسة أضرب على طول في 6 بحيث أنه يديني 8 الأباجورة إجاد سمن عدد 6 قواعد طبعاً كل أباجورة لازم يكون لها قعدة أجور العمال المصنعية إذا كانت تنفيذ الوسائل يتطلب لعدد 3 عمال لمدة 3 أيام نظر الأجر اليوم لكل عامل 50 جنيه يعني اللي هيعملوه لست أباجورات 3 عمال في خلال 3 أيام وكل عامل هياخد 50 جنيه يعني معنى كده في النهاية هيبقى حساب أجور العمال يصل إلى 450 جنيه بعد كده بقولي المصاريف النسرية 25% من ثمن الخام حساب العمر الافتراضي للآلات والمعدات بواقع 5% من ثمن الخام سعر البيع النهائي بعد إضافة 35% من ثمن الخام ونظير الأربع دي تعتبر الحاجات اللي أنا هقدر أشتغل عليها بعد كده بيقولي بقى أول باند من البنود وده مهم جداً بمعنى هو قال لي نمرت واحد جزء مشكل من نصف كرة مسمطة قطرها 2 و4 من 10 هنا يعني لو جينا نتوقف قليلاً ودي من ضمن الحاجات المهمة ومن ضمن الملاحظات اللي لازم نحطها في الاعتبار إن دايماً الأشكال الدائرية عارف على طول إن مساحتها المساحت الجانبية بتساوه محيطة القاعدة في الارتفاع الشكل على طول بيكون شكل دائري أقدر أستخدم على طول الطهنق تربيع أو طهنق تكايد هنا هو بيقولي الحجم بيساوي نص في القانون بتاع الكرة نص في أربعة على ثلاثة طهنق الكل إيه تكايد النقطة اللي هنا واللي أنا عايزة أوضحها لأبناء وبنات الطلبة ودي مهمة جداً إيه هي إن لما يجي يقولي إيه إحنا عارفين إن حجم الكرة بيساوي أربعة على ثلاثة طهنق تكايد تمام ده حجم الكرة لما يجي حد يقولي هات حجم الكرة أقوله بيساوي أربعة على ثلاثة طهنق تكايد الكرة دي كرة مصمطة عاملة زي البرتقان المصمطة بالزبط مش زي الكرة المنفوخة أو الكرة القدم اللي هي منفوخة لها سمك ومن جوة فيه فراغ السمك ده دي بنسميها الكرة المفرغة إنما الكرة المصمطة الشيء المصمط يعني في بعض الأوقات مثلا ممكن يبقى محتوت قدام مني كباية شاي مثلا لو هي فاضية بتبقى مفرغة لو أنا حطيت فيها الماء بتاعها أو حطيت فيها أي حاجة تحولت من شكل مفرغ إلى شكل إيه مصمط هنا هو بيتكلم عن الكرة المفرغة أو الكرة المصمطة الكرة المسمطة دي لها قانون سابت الكرة المفرغة لها قانون سابت مساحة الكرة المفرغة أربعة طهنقة تربية حجم الكرة المسمطة بيسوي أربعة على ثلاثة طهنقة تكعيب يبقى فيه هنا فرق طيب احنا ليه توقفنا عند الحتة دي في بعض الطلبة ساعة ما يجيلوا مثلا يقولوا خمس كرة مسمطة يرتبك من حتة الخمس دي ممكن يقولوا مثلا تلت كرة مفرغة برضو يرتبك من الرقم النسب اللي هو موجود دا لا انت ما ترتبكش من اي حاجة استخدم القانون عادي جدا لان انا ما عنديش قانون بيسوي طلت الكرة لكن انا عندي قانون بيساوي حجم الكرة الكاملة طب وبعد كده لما اجيب حجم الكرة الكاملة بقى بتاعتي اروح جاي ضربه في النسبة اللي هو مدهني اللي هي الطلت او الربع او الخمس او السبع كل دا ما تخدش من الشكل دا لا استخدم القانون عادي جدا واقول ان على طول حجم الكرة المسمطة بيساوي اربع على تلاتة طهنق تكعيب استخدم القانون بتاعي طيب طب يا استاذ دا هو كاتب فوق كده طلت ممكن تحط الطلت في الاول ممكن تحطه في الاخر اذا انت لازم تجيب حجم الكرة الكامل بعد كده تضربه في النسبة المطلوبة يطلع لك فعلا طلت الحاج يبه هنا لازم نبص على الحتة دي بعين الاعتبار وما نخافش من حتة النسب اللي بتبقى موجودة في البنود المويسات ولكن دي بعض التركات البسيطة اللي بتكون محتوطة للطلبة المميزة بحيث ان الطالب يقدر يتميز عن الاخر في بعض هذه البنود على اساس ان هيبه في تفاوت في الدرجات الموجودة في فروق فردية بين الطلبة بعضها مع بعض حتة الاستعاب يبه هنا لازم يبه فيه بند للطلب المميز دايما بنحط حتة النسب بنقول مثلا مستطيل طوله ضعف عرضه مستطيل عرضه تلتين طوله وهكذا اذا هنا الحاجات دي بتبقى مهمة جدا ولكن القوانين ثابتة القوانين ثابتة ليس هناك قانون لطلت شيء ولا الربع اي حاجة انا بستخدم القانون بتاعي على الشكل كما لو كان كاملا ودي مهمة وحبيت اوضح نرجع تاني بقى للمثال بيقول لي على طول نص في اربعة على تلاتة في اتنين وعشرين على سبعة في واحد واثنين من عشرة في واحد واثنين من عشرة في واحد واثنين من عشرة بتساوي تلاتة تلاتة وستين تلاتة وستين من مية سنتيمتر لكل ايه تكعيب يبقى هنا انا قررت نق تكعيب تلات مرات يبقى انا جبته نص القطر في نص القطر في نص القطر بعد كده بيقول لي مخروط ناقص مسمت قطر قاعدته الكبرى واحد واثنين من عشرة والصغرى تمانين من عشرة وارتفاعه واحد واثنين من عشرة يبقى هنا مديني مخروط مسمت وده اللي احنا كنا بنتكلم عليها وقلنا عليها ان هي بتعتبر من اخطر الاشياء اللي موجودة عنها يبقى جاوله على تقول حجم المخروط المسمت بكتب القانون تلتة في عين افتح قوس نق واحد تربيع زائد نق اتنين تربيع زائد نق واحد في نق ايه اتنين الحتة دي بتعتبر من الحتة اللي ممكن تربك اي طالب ليه بقى انا عندي تلتة في عين يعني التلتة مضروب مرة في الته والتلتة مضروب مرة في الايه في العين وبعد كده بترجع تفتح قوس تاني القوس التاني بتقوله نق واحد تربيع زائد نق اتنين تربيع زائد نق واحد في نق ايه اتنين اذا هنا انت بتدور حوالين نص قطر الاعداء الكبيرة ونص قطر الاعداء الصغيرة طب هنا بقى بيساوي ايه تلت في اتنين وعشرين على سبعة قيمة طه النسبة التقريبية في واحد واحد من عشر اللي هو الارتفاع في تسعة من عشر تربيع زائد اربعة من عشر تربيع اللي هو نص القطر الاعداء الكبيرة زائد نص قطر الاعداء الصغيرة تربيع زائد تسعة من عشرة فاربعة من عشرة اللي هي نص قطر العدل الكبيرة في العدل ايه السويان عند الحتة دي يعني نصحتي لأبنائي وبنات الطلبة بنصحهم بيه انك انت تتخلص من كل جزء على حدة بمعنى انك انت الحتة اللي هي بتاعة طلط طه في عندي اخلص منها على طول مرة واحد بمعنى انك انت طالما تحولت الرموز الى ارقام اضربها في بعضها يبقى لما اضربها في بعضها تبقى بالنسبة لي سهلة تسعة في تسعة بواحد وتمامين من مية اربعة من عشرة فاربعة من عشرة بستاشر من مية زائد اربعة تسعة من عشرة فاربعة من عشرة بستة وتلاتين من مية طلع المجموع كله بيساوي واحد تلاتة وايه وخمسين يبقى هنا اللي عايز اوضحه في حتة المخروط المسمط ده انا عندي المخروط المسمط جزء مضروب لوحده بعد كده بفتح قوس ولما بفتح القوس بحط فيه نق 1 تربيع زائد نق 2 تربيع زائد نق 1 في نق 2 كل ده محطوط في قوس كبير طب أنا أعمل إيه أضرب الأول 3 في طه في عين 3 في طه بـ 22 على 7 في عين اللي هي بـ 1 و 1 من 10 يبقى أنا كده خلصت من الجزء الأولين بعد كده أروح جاي فتح قوس للجزء الثاني يبقى أنا على طول أقول له 9 تربيع في 9 من 10 تربيع في 9 من 10 تربيع بـ 81 4 في 4 بـ 16 بعد كده 9 في 4 بـ 36 أروح جاي مجمع الجزء اللي كوه كله ده ما هو اللي داخل القوس ده كله مضروف في اللي بره أروح جاي ضريبه همومة الاتنين مع بعض يطلع الناتج بتاعي مزبوط وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه خلل في الإيه في المسألة ودي من ضمن الحاجات المهمة اللي بننصح بها دايما أبناءنا الطلبة بحيث أنك أنت إيه تخلص من كل جزء على حده لأن في بعض الآلات الحديثة ممكن تجيب لك العملية دي كلها مرة واحدة وفي بعض الآلات اللي هي مش حديثة ممكن أنك أنت لو استخدمت عملية الضرب مع عملية الإسمة مع عملية الجمع بأنت استخدمت أكتر من عملية على الآلة هتطلع لك رقم مختلف تماما غير الرقم اللي موجود وخاصة أن مادة المؤيسات من ضمن المواد التي تعتمد على نهاية للبند له رقم ثابت ولذلك لما بيجي حد بيصحح دايما بنقول له بص على الرقم النهائي ولو فيه نسبة تقريبية مقربة ليه بتحسب بتحسب الطلب درجة للطالب بحيث أن هي تيجي في صف الطالب وليس في الخطأ اللي هو البسيط التقريبي اللي هو ما قدرش يوصل بعد كده بيقول لي مخروط ناقص قطر قاعدة الكبرى 14 سنتي وقطر قاعدة الصغرى 8 سنتي وارتفاع العمودي 10 سنتي هنا بقى فيه مشكلة ايه هي المشكلة؟ المشكلة اللي موجودة عندي إن أنا عندي مخروط ناقص مخروط ناقص ده عامل زي الأورتاس اللي أنا لفته كده ورحت جاي قاطع الأعدة اللي هي تلفت دي وعملت سن بسيط بدل ما هو بقى مخروط كامل بقى مخروط ايه ناقص عامل زي التربوش بتاع أيام زمان كده اللي كانوا بيلبسوا البشاوات ده عبارة عن مخروط ناقص له قاعدة كبرى وله قاعدة ايه صغرى طيب هنا بقى فيه مشكلة ايه هي المشكلة؟ المساحة الجانبية للمخروط الناقص بتساوي المحيط المتوسط في الرسم طب ايه هو الرسم بقى؟ هو الخط المائل ما بين القاعدة الكبرى او القاعدة الصغرى الى القاعدة الكبرى يعني لو من القاعدة الصغيرة يبقى نازل للقاعدة الكبيرة ولما القاعدة الكبيرة يبقى مثلا نازل للقاعدة ايه الصغيرة عاكس يبقى هنا المخروط لا يحل بارتفاع ولكن يحل بايه؟ برسم الارتفاع هو الارتفاع العمودي اللي هو المخروط ده اترسم بارتفاع عمودي ولكن لما جبت القاعدة الصغيرة وجبت القاعدة الكبيرة جيت أوصلهم لتنين ببعض ووصلتهم بإيه براسم الرسم ده هو الطول الحقيقي للمخروط طب طالما الرسم ده هو الطول الحقيقي للمخروط لا بد من إيجاده يبقى أنا لو هو مديني الارتفاع في المسال يبقى لازم أجيب الرسم لو مديني الرسم أحل المسألة على طول يبقى هيشترق بقى أن أنا أجيب المحيط المتوسط المحيط المتوسط بيسوي طبما مضروبة في القطر الأجبر زيد القطر الأصغر على اتنين اللي هي بتعتبر الدائرة المتوسطة للمخروض او المحيط المتوسط للمخروض يعني ايه المحيط المتوسط للمخروض انا عندي المخروض له قاعدة صغيرة ولو قاعدة كبيرة عايز اجيب القاعدة اللي في النص القاعدة اللي في النص دي هي اللي هتديني فعلا المساحة الجانبية الحقيقية للمخروض ممكن لو طالب زاكي جدا ممكن يقول لي ايه طب ما انا ممكن اجيب القطر المتوسط وحل على طول براحتك وفي طالب تاني يقولك لا انا هلتزم ان انا جيب القطر الاكبر زائد الاصغر واسمهم على اتنين هي هي لو انت جيبت قاف واحد زائد قاف اتنين واسمتهم على اتنين هي كانك انت جيبت القطر الايه المتوسط يعني بمعنى ان انا لو عندي قطر الاعدة كبيرة 8 وقطر الاعدة الصغيرة 4 يبقى 8 و14 على الاتنين يبقى 6 يبقى فيه فعلا قطر المتوسط بيسوي كام 6 اضربه في اتنين وعشرين على سبع يدين المحيط المتوسط للايه للمخروض يبقى هنا بالنسبة لي الطرق كتير وسهلة وميسرة وما تصعبش اي حاجة على نفسك حاول بقدر المستطاع انك انت تقدر توصل للحل بمنتهى السهولة عايز تقوله بقى ان المحيط المتوسط بيسوي طه افتح قوس قاف واحد زي قاف اتنين هو القطر الداخلي زي القطر الخارجي على اتنين في الارتفاع واخد الارتفاع واجب منه الرسم زي ما انت عايز دي كل الطرق تؤدي الى ناتج واحد بس المهم ان احنا نمشي على خطوات سابتة وفي نفس الوقت اللي احنا بنحاسب على الخطوات وفي نفس الوقت الناتج الصحيح بياخد اعلى الدرجات تعالى بعد كده بقى نبص على المخروط بقول لي المساحة الجانبية للمخروط المقص بتساوي المحيط المتوسط في الراسم المحيط المتوسط بيقول لي طه مضروبة في قاف واحد زي قاف اتنين على اتنين طه رحت جاي معوض عنها باثنين وعشرين على سبعة القطر الكبير باربعتاشر والصغير بتمانية يبقى على طول مجموعهم اتنين وعشرين في اتنين وعشرين على اربعتاشر هنا عملت حاجة كويسة جدا بمعنى ان المقام بالنسبة لي فيه سبعة في اتنين والبسط في اتنين وعشرين وفي اربعتاشر وفي تمانية طب انا عامل ايه الاثنين وعشرين اللي برا القطر دي مضروبة في التمانية زياد الاربعتاشر يبقى هنا بالنسبة لي دي مضروبة في الجزء ذات نفسه يبقى اروحت جاي متخلص منها وقلت ان هي بتساوي اتنين وعشرين في اتنين وعشرين على كام على الاربعتاشر الاربعتاشر دي نتج ايه نتج السبعة في اتنين طب والتنين وعشرين التانية دي نتج ايه اربعتاشر زياد تمانية طلع لي النتج بيساوي اربعة وثلاثين وسبعة وخمسين من مية وصلنا بقى لحتة الرسم الرسم بيساوي نصف الفرق بين القطرين زائد الجزء بالنسبة لي الارتفاع تربيع يبقى نصف الفرق بين القطرين زائد الارتفاع تربيع طب الفرق بين القطرين هاطرح القطر الكبير من القطر الصغير ولي دي لسه احنا شرحين الوقت لما انا عايز اجيب فرق بين حاكتين اطرح الكبير الصغير من الكبير وقسم على اتنين يعني أنا بقى أنا جبت المتاصل طب الكبير بـ 14 نقص 6 بـ 8 يبقى بتسوي 6 على الـ 2 بتسوي 3 سنط يبقى هو ده يعتبر الفرق بين الإيه بين القطرين بعد كده بقوله الرسم 10 تربيع زائد 3 تربيع اللي هي طلعت الفرق 100 زائد 9 اللي هي مربع العشرة زائد مربع الثلاثة بتسوي 109 طلع الرسم بيسوي كام 10 و 44 طب أنا كنت جايب المساحة الجانبية في البند اللي جاعت لك لها تاني 34-57 اللي هي كانت موجودة عندي دي دي تعتبر بالنسبة لي 34-57 بعد كده ما كانش موجودة عندي الرسم روح تجاي جايب الرسم الرسم تلع بكام تلع بـ 10-44 يبقى على طول 34-57 في 10-44 تطلع بـ 361 سنتيمتر لكل تربيع يبقى هنا رجعت للنتج مرة تاني طيب احنا هنا عند الحتة بتاعة المخروط دي قدرنا نتخلص منها طب ليه احنا طولنا في حتة المخروط لأن ما فيش مؤايسة تخلو من المخروط ولذلك احنا طولنا في الجزء ده شوية بحيث ان هو فيه اكتر من حاجة اولا عايزك تجيب المحيط المتوسط للمخروط يبقى انا القطر الاجبر زاد الاصغر على 2 مضروف في النسبة تقريبية 22 على 7 وعايزك تجيب الرسم لان هو مديك الارتفاع برضو عرفنا ان احنا نجيب الرسم والرسم دي بتعتبر من ضمن السوابت ما فيش فيها اختلاف ما فيش فيها تغيير يعني ما حدش يجي يقول لنا هجيب الرسم بطريقة تانية لو انت هجيبه بطريقة تانية يبقى انت بدل ما هتقول مثلا الفرق بين القعدتين يبقى على طول بالنسبة لنا هقول ان القطر الاكبر نقص الاصغر على كام على اثنين ممكن واحد بقى بدل ما يقول القطر الاكبر والقطر الاصغر ممكن يقول لك نق واحد زاد نق اثنين او هي هيها يعني القطر اسمه اللي هو نص الايه القطر وقدر يشتغل عليه فيه ناس بتشتغل بنص القطر وفيه ناس بتشتغل بالايه بالقطر في الأول وفي الآخر الموضوع كله بيوصل للإيه للأنا عايزه يبقى هنا المخروض بالنسبة لي أكدت عليه وأكدت على المخروض المسمط وأكدت على المخروض المفرغ وأكدت على حجم الكرة طب نروح بقى لحاجة تانية اللي هي حجم الإيه السلك السلك ده هو عبارة عن حاجة ملفوفة حوالين جزء مجسم بتعطي للمنتق قيمة جمالية عالية دي رقم واحد الرقم اتنين السلك في نفس الوقت برضو بيداري فواصل موجودة في المنتج بيعمل عملية التكسيم على الشكل ذات نفسه ممكن نرسم بيه بعض الأشكال المعينة ولذلك احنا عندنا في المينة في المينة المحجزة بالسلك اللي هي الكولوزونية المينة المحجزة بالسلك دي إن أنا بحط سلك على منتج معدني بياخد شكل وردة أو ياخد شكل تصميم معين أو ياخد شكل وجه كل الحاجات دي بتترسم بالسلك البسيط كده وتتلزق وبعد كده أحط أنزل عليها ألوان المينة بتاعته زي ما أنا فإذا هنا لازم نتعرف على السلك ونتعرف على أقطاره ونتعرف على أشكاله ولذلك دايما السلك بتاعنا بيبقى واخد الأشكال الهندسية المنتظمة ما فيه السلك واخد أشكال هندسية غير منتظمة استحالة ليه؟ لأن السلك بيتسحب على يقوتة أو حديدة السحب حديدة السحب هي عبارة عن سقوب إما أن تكون مربعة أو مستطيلة أو دائرية حسب الشكل اللي موجود على اليقوتة أو على حديدة السحب عشان بس محدش يقول لك إيه؟ إحنا عندنا أسلك غير منتظمة الكلام ده مش مزبوط جميع الأسلك منتظمة وجميع المنتجات التي تصنع منها الأباجرات والنجف والأباليك واللمبادرات والأدوات المنزلية منتظمة أنت عمرك شفت في الأدوات المنزلية براد الجزء اليمين بتاعه مختلف عن الجزء الشمال استحالها لحتة التماسل في الشكل بتؤدي إلى جمال الشكل وفي نفس الوقت بتبقى الغرض الوظيفي اللي هو صنع من أجله بيبقى غرض سليم وفي نفس الوقت بيناسب الجودة المحلية أو الجودة العالمية يبقى هنا لازم بحثت في الاعتبار أن الأسلك منتظمة ولكن قطعتها قطعات مختلفة ممكن نلاقي سلك مربع ممكن نلاقي سلك مستطيل ممكن نلاقي سلك دايرة ممكن نلاقي السلك ونص دايرة ولذلك الأسلك اللي هي النص دايرة بتتسحب من الأسلاك اللي هي الايه الدايرة بمعنى ايه ان انا ممكن ادخل سلكين مع بعض بدل ما كانوا الاتنين الواحد دايرة واحدة بقوا الاتنين عبارة عن دايرة ايه واحدة والاتنين متنين فوق بعض كده يبقى هنا لما يخرجوا من حديدة السحب هيخرجوا ايه هيخرج اللي فوق نص دايرة واللي تحت نص ايه دايرة يبقى انا حولت السلك اللي هو القطاعه الدائري اللي كان دايرة واحدة الى نصف ايه دايرة إذن هنا الحاجات دي مهمة جدا وبنحطها دايما في الحسبان وعندنا أسلاك برضو ربع دائرة كل دي بتتلف حوالين المنتجة تعالوا نشوف بقى إزاي نجيب حجم السلك بيقول لي إيه أربعة عدد اتنين سلك قطاعه نصف دائري قطره ثلاثة من عشرة وفي نفس الوقت القطر بتاعه ملفوف حوالين القاعدة الكبرى حسب مهمة ملفوف حوالين القاعدة الكبرى للمخروط النقص قطره الداخلي أربعة عشر إيه سانتي أول حاجة بقول له حجم السلك بيساوي مساحة المقطع في المحيط المتوسط مساحة المقطع بتساوي نصف نقل كل تربيع اللي هو مقطع السلك يبقى نصف اتنين وعشرين على سبعة فواحد ونصف فواحد ونصف بتساوي خمسة وتلاتين من ألف سنتيمتر لكل إيه تربيع تربيع وبعد كده أقول له المحيط المتوسط بالنسبة لي بيساوي طه مضروبة في القطر الداخلي زائد الخارجي على اتنين إذن بيساوي اتنين وعشرين في اربعة عشر زائد اربعة عشر وثلاثة من عشرة اللي هي تعتبر سمك السلك يمينا ويسرا على سبعة أروح جاي متخلص منها يبقى اتنين وعشرين في تمانية وعشرين وثلاثة من عشرة على اربعة عشر بتساوي أربعة واربعين وعلامة سبعة واربعين من مية سنتيمتر بعد كده بقى بقول له الحجم بيساوي مساحة المقطع في المحيط المتوسط يبقى خمسة وثلاثين من ألف في أربعة واربعين علامة سبعة واربعين تطلع بتساوي واحد وستة وخمسين من مية في اتنين بتساوي تلاتة وحداشر من مية سنتيمتر للكل تكعيل طب هو ليه هنا ضرف اتنين؟ ضرف اتنين عشان خاطر عنده عدد اتنين من السلك لو رجعنا اهو بيقول لي عدد اتنين من السلك وارجعنا لها تاني عشان اأكد على المعلومة مرة تانية بعد كده بيقول لي باندي خمسة عدد اتنين وستوانة قطرها واحد واربعة من عشرة سنتيم وارتفاعها واحد واثنين من عشرة سنتيم مفرغ منها سوق بنافذ قطره ستة من عشرة ايه سنتيم اوجد الحجم يبقى على طول الحجم بيساوي حجم المستوانة زي ناقص حجم الايه؟ السقب هي هنا حجم الايه ناقص حجم السقب هو السقب ده موجود فين؟ موجود في استوانة يبقى ممكن اقول ان هو بيساوي حجم الايه ناقص حجم الايه المفرغة لان انت تقبت في قلب منها التقب اللي موجود في قلب منها ده واخد نفس الشكل بتاع الايه لان هنا طالما استوانة يبقى انا تقبتها بمتقاب المتقاب ده بيديني دايما الاشكال الايه؟ الدائرية بتاعتي غير بقى لو انا هعمل عملية سقب باستخدام المكابس ممكن يتغير الشكل تماما بدل ما يبقى مربع ممكن يبقى مستطيل ممكن يبقى مسلس ممكن يبقى مخمس استامبا نازلة بشكل بتتم عملية الايه التفريغ عليها هنا بيقول لي بقى الحجم بيساوي حجم الاستوانة ناقص حجم الايه السقب حجم عدد اتنين استوانة بيساوي مساحة القعدة في الارتفاع في اتنين يبقى على طول طهنق القدل لتربيع في عين في اتنين بتساوي اتنين وعشرين على سبعة في سبعة من عشرة في سبعة من عشرة في واحد واثنين من عشرة في اتنين بتساوي تلاتة ستمية ستة وتسعين من الف سنتيمتر لكل تكعيب يبقى انا كده جبت الحجم الجزء الاستوانة الاولاني بعد كده بقول لي حجم عدد اتنين سقب طهنق القدل كل تربيع في عين في اتنين يبقى اتنين وعشرين على سبعة في تلاتة من عشرة في تلاتة من عشرة في واحد واثنين من عشرة في اتنين بتساوي سبعة وستين من مية سنتيمتر لكل تكعيب الحجم الصافي بقى اطرح لاثنين من بعد اللي هي تلاتة ستمية ستة وتسعين من سبعة من سبعة وستين من مية يطلع تلاتة ستة وعشرين من الف وده يعتبر الحجم الصافي بعد التفريغ للمنتج بتاعه بعد كده نروح لبند كام ستة جزء مجموع على مخرطة الايه الجامع يبقى هنا في الحتة دي بقى هنقف وقفة بسيطة للاجزاء المجموعة ليه؟ الأجزاء المجموعة من ضمن الحاجات المهمة اللي موجودة عندي بمعنى هو بيقول لي جزء مجموعة على مخرطة الجامع قطر فواهته اتنين واربعة من عشر سنتي وأكبر التسع له قطر اربعة سنتي والارتفاع من الفواهة بيساوي واحد ونص سنتي ومن أكبر التسع للقاعدة اتنين سنتي وقطر قاعدته الصغرى واحد واثنين من عشر سنتي إذن هنا الأجزاء المجموعة عندي كذا نوع من الأجزاء المجموعة يعني احنا عندنا البند ده من ضمن البلود الموجودة ولكن احنا هنتوقف بسيطا عند الأجزاء الايه المجموعة عندي جزء مجموع بيعتبر من الدرجة الأولى له قطر قاعدة كبرى وليس له قطر قاعدة صغرى لها بتمثل في النهاية شكل نص الكرة يبقى ده أول شكل من أشكال الجزء الايه المجموعة طب والشكل التاني الشكل التاني جزء مجموعة له قاعدة صغرى حقيقية وله قاعدة كبرى وهمية زي ايه بالزبط كلنا بنبقى موجودين قدام طبق الطعام وإحنا بنأكل عادي لازم تلاقي الطبق له قاعدة والقاعدة التانية موجودة ولكن غير حقيقي إذن الطبق اللي موجود قدام مني ده طبق له قاعدة صغرى أو قاعدة كبرى ومروش قاعدة صغرى زي ما تيجي يعني ممكن تكون زي آنية ظهور لها قاعدة صغرى والقاعدة الكبيرة بتاعتها مفتوحة إذن هنا الطبق الصغير اللي قدام مني ده له قاعدة صغيرة بعد كده حقيقية يتم حسابها من ضمن حساب القطر لما جاء أجيب نص القطر للجزء المجموع طب والقاعدة اللي فوق دي هي تعتبر بالنسبة لي قاعدة وهمية ولكن لها غرض وظيفي مهم جدا ليه؟ هي بتساعدني في استنتاج طول نصف القطر قبل أن تتم عملية الجمل لو إحنا تخيلنا كده أو حطينا قدام تخيلاتنا كيف يتم صناعة الأطباق هتبصت ليه كان عبارة عن قرص دائري دايرة وبعد كده دخل على آلف فتم عملية التشكيل طب هو خلاص تشكل وعرفت أن اللي قدام مني ده طبق أو أنية ظهور أو أو إلى آخره طيب أنا عايز أرجع بقى عملية الحسابات بتاعت الجزء المجموع ده لأصلها على أساس أن أنا لما أجي أجيب تمن الخام أو أشوف الخام اللي عندي بيساوه قد إيه يبقى أنا حسبته على الأساس يعني أنت مثلا لو جينا بصينا على باب التلاجة مثلا باب التلاجة دا ممكن يكون مجسم قدام مني كده ولكن أساسه عبارة عن لوح من الصاب مستطيل له طول وله إيه؟ عرض طب لو جي واحد بقى طلب مني أن أنا عمل له حسابات للباب ده أو للطبق ده وقال لي أنت متمكن في حتة إيجاد أكتر الأجزاء المجموعة عايزك تحسب لي القطر بتاع الطبق ده قبل ما يتشكل كان قطره بيسوي قد إيه؟ على طول مباشرة باستخدم القانون بتاع الأجزاء المجموعة مهما كان شكل الجزء المجموعة قدرت الفول ذات نفسها عبارة عن داير اللي هي بتبقى محطوطة وضخمة قدام منك دي عبارة عن قرص دائري وبتتم عليها عملية الجامع طبعا العمال المهرة بيعملوا عملية الجامع دي دلوقتي يدويا وفيه دلوقتي مع تطور التكنولوجي الحديث بقى بتتعمل آليا على المخرطة إذن هنا الحاجات دي كلها مهمة ولكن الأهم في الموضوع ده أن الأجزاء المجموعة تعود إلى شكلها الطبيعي والأصلي وهو الشكل الدائري ولذلك تبص دلوقتي تلاقي أن بعض المصانع أو بعض الورش بينزل يشتري الأقراص الدائرية بتتبعها بالكيلو كان الأول بيجيب لوح ويقعد يفصل منه دلوقتي بتتبعها جهزة دلوقتي ممكن تجيب كل حاجة جهزة وتنفس كل اللي أنت عايزه في بيتك بأقل الأدوات إذن هنا الأقراص الدائرية دي بنشتريها جهزة حسب القطر اللي موجودة عندها هتعمل مبخرة هتعمل مثلا فواحة هتعمل سيبرتية هتعمل مثلا حاملة ظهور اللي أنت عايزه أنت بتحدد القطر بتاعك وبتعمل عملية تفصيل وتنزل السوق تشتري العدد اللي مطلوب منك بحسب القطر اللي موجود إذن هنا بالنسباني الأجزاء المجموعة عبارة عن أقراص دائرية لابد من عودتها إلى قطرها الأساسي حتى يتم حساب مساحتها بالطرق الصحيحة طبقا لمادة التخطيط وإدارة الإنتاج تعالوا بعد كده بقى نروح للجزء المجموع بيقول جزء المجموع على مخرط الجامع قطر فواهته اتنين واربعة من عشرة وأكبر التساع له قطر أربعة سنتي والارتفاع من الفواهة إلى أكبر تساع واحد ونص ومن أكبر التساع إلى القاعدة الصغرى اتنين سنتي وقطر قاعدة الصغرى واحد واثنين من عشرة أجعل الله على طول مساحة الجزء المجموع وأنا مغمض اللي احنا شرحناها دي بتساوتها نقل كلت لتربيع بقت فيه عندي مشكلة اللي هي نقل بتساوت طول الخط ألف V زائد بهجيم بهدال زائد نص قطر القاعدة الصغرى ألف V ممكن أجيبه عن طريق نظريت فيساغورس ألف جيم تربيع زائد بهجيم تربيع بتساوت واحد ونص تربيع زائد تمانية من عشرة تربيع واحد ونص تربيع بمئتين خمسة اتنين وخمسة وعشرين من مية زائد أربعة وستمية اللي هي تمانية من عشرة كل تربيع تطلع باتنين تسعة وتمانين من مية أجيب جزالها تطلع بواحد وسبعة من عشرة بحنا كده جبنا أول جزء الجزء التاني بهجيم بتساوي هيه دال تربيع زائد به هيه تربيع أعوض بقى تنين لكل تربيع زائد واحد واربعة من عشر كل تربيع هتطلع 4 زائد واحد على ما ستة وتسعين هتطلع بخمسة ستة وتسعين الناتج بتاعي يطلع اتنين واربعة من عشر عيز بقى جمع ن�قة كلها أقولت له على طول واحد وسبعة من عشرة زائد اتنين واربعة واربعين زائد الستة من عشرة اللي هي نص قطر الاعدال ايه الصغيرة طلعت بتساوي اربعة اربعة وسبعين سنتي اجاء اقول له على طول المساحة بتساوي اتنين وعشرين على سبعة فيه اربعة اربعة وسبعين فيه اربعة اربعة وسبعين تطلع بسبعين واحد وستين من مية سنتيمتر لكل تربيع بدي السبعة بقول له مخروط ناقص وهنا بقى مدين الراسم ده سهل جدا احنا شرحنا قبل كده مخروط ناقص يقول له بتساوي المساحة الجانبية للمخروط النقص اللي هو المحيط المتوسط في الراسم محيط المتوسط بيسوي محيط القاعدة الكبرى زائد محيط القاعدة الصغرى على 2 محيط القاعدة الكبرى بيسوي طهنق لكل تربيع ليه طهنق 1 زائد طهنق 2 هنا استخدمت نص قطر الاعداء 22 على 7 في 1 2 زائد 1 هتساوي 3 بتساوي 9 2 و 4 بعد كده بقول لي محيط القاعدة الصغيرة نفس الحكاية ما جابش القطر يبقى على طول 22 على 7 في 1 ونص اللي هي مجموعة الواحد زائد 5 من 10 هتطلع بـ 4 و 71 اذا المحيط المتوسط هنا بيسوي 9 و 42 زائد 4 و 71 على الاتنين بتسوي 7 و 65 المساحة الجانبية بتسوي 7 و 65 من 1000 في 6 ونص اللي هو الرسم اللي أنا جبته تطلع بـ 45 و 92 بعد كده بقول لي منشور سداسي مشتوف طول دلع قاعدته 1 و 4 من 10 سنتي وارتفاعه المتوسط 2 ونص انشور السداسي دي من اسهل الامثلة بيساوي محيط القاعدة في الارتفاع داد في 6 في عين المتوسطة لانه هو مقطوع طبعا بـ 1 و 2 من 1 و 4 من 10 في 6 في 2 ونص بتسوي 21 سنتي الكل تربية بعد كده بقول لي هرم سوماني ناقص طول دلع قاعدته 5 سنتي وطول دلع قاعدته الصغرى 3 سنتي وارتفاعه الوجهه 4 و 6 من 10 سنتي له قاعدة يبقى انا هنا اجيب المساحه الجانبية زائد مساحه القاعدة اللي هي الصغير في الحته دي عشان بس ستبقى الامور واضحة بالنسبة لنا طالما مديني في الهرم مساحه جانبية ومديني طول قطر القاعدة يعني قال لي ان الهرم ده له قاعدة هرم منشور اي شكل طالما قال لي له قاعدة يبقى خلاص بقت مساحه كله طب ممكن يجي يقول لي ده له نص قاعدة بقت مساحه كله ليه ربع قاعدة بقت مساحه كله له شريط ملفوف من تحت على هيئة القاعدة بقت مساحه كله اذا هنا المساحه الجانبية هو الشكل الخارجي لأي منشور بشرط انه يكون مفتوح من فوقه من تحت يعني ليس له قاعدة عليا وليس له قاعدة ايه سفلة دي بنسميها المساحه الايه الجانبية زي بالزبط كوباية الشاي اللي موجودة قدام منك كده لو اتكسرت القاعدة بتاعتها من تحت بقاعدة منتزمة يبقى على طول بقت مساحه جانبية زي مصورة المية بالزبط المصورة المية ملاش قاعدة لو انا قطعت فيها بمنشار دي تعتبر بالنسبة لي مساحه جانبية لو هي طولها ستة متر برضو مساحه ايه جانبية لو انا جيت بقى سدتها بأي حاجة من تحت كده بقت مساحه ايه كلية حتى ولو كانت قاعدة واحد ولذلك هنا محدد ان هو له ايه قاعدة ولذلك انا هنا اجيب المساحه الايه الكلية بس بيشترد بقى في الاشكال الهرمية ان هو يحدد لي حتة ان هي قاعدة كبيرة ولا قاعدة صغيرة ليه؟ لو هو مثلا مديني ان القاعدة الصغيرة هي اللي موجود وانا رحت جاي نسيت ما شفتش كاتب قاعدة صغيرة ولا قاعدة كبيرة ورحت جاي واخد القاعدة الكبيرة ورحت جاي جاي بالمساحة بتاعت بقى البند بتاع الشكل ذات نفسه بقت مساحته كبيرة وفي نفس الوقت هياخد مني خمات كتيرة وفي نفس الوقت هيبقى تمنه اكتر من التمن اللي محسوب فانت لازم تبصه هو طالب انهي قاعدة بالزبط بحيث ان الامور تبقى بالنسبة لك سابتة ومزبوط تعالوا بقى نرجع بسرعة للبند بيقول له على طول المساحة الكلية بتسوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة الصغيرة اللي هو وصفها المساحة الجانبية بتسوي مساحة الوجه في عدد الاوجه قاف واحد زائد قاف اتنين على اتنين في عيل للوجه في تمانية خمسة اللي هي كبيرة زائد ثلاثة اللي هي الصغيرة على الاتنين ممكن اقول له تمانية على الاتنين في الاربعة في الارتفاع الوجه مدوني باربعة وستة من عشرة في عدد الأوجه اللي هم 8 يطلع ب 147.12 سنتيمتر لكل تربيع مساحة العدد الصغيرة اللي هو طالبها بتساوي ده التربيع في المعامل الحسابي اللي هو 4.83 أخذ بقى طول دلع العدد الصغيرة 3.3 في 4.83 تطلع ب43 علامة 47 أجمع الاتنين مع بعض اللي هي المساحة الكلية اللي هي 1.47.12 زائد 43 علامة 47 اللي هي 47 بتساوي 190 علامة 67 سنتيمتر لكل تربيع آخر بند اللي هو بند 10 بقول لي جسم قاعدة رخمية ثمن الواحدة 6 جنيه أجا أقول له على طول 6 في عدد النمازج اللي هو عايزها بتساوي 36 طب هو مديني ثمن الواحدة ب 6 جنيه يبقى أقول له على طول 6 في 6 جنيه بتساوي 36 جنيه هنا بقى جدول حصر لايه الخامات بيقول لي في جدول حصر الخامات احنا تعودنا ان احنا نعمل جدول الجدول بتاعنا ولذلك مهم جدا حتة الجدول دي وما بيعملهاش غير الطالب اللي فاهم يعني ايه مادة تخطيط او عنده في طلبة بيبقوا مميزين جدا في مادة التخطيط وحساب الإنشاءات او ربنا سبحانه وتعالى بيدي له موهبة اللي هي الموهبة الرياضية بيبقى عنده حتى تحفظ القوانين وبقى حابب ان هو العمليات الحسابية والعمليات الرياضية دي بتبقى بالنسبة له مهمة جدا الجزء هنا لو طالب بقى زكي جدا لانه ممكن يجيلي في احد البنود ان هو طالب الوازن ممكن يجيلي في احد البنود ان هو طالب التمن يبقى لو هو طالب وازن وطالب تمن وطالب مثلا حجم وطالب مساحة انت امسك الجدول وروح جاي حطت فيه كل الحاجات دي حط البند مساحات البند حجوم البند اوزان البند تمن البند طلاء البند مش عارف زي ما انت عايز المهم ان الجدول بتاعك يبقى عدد الارقام الموجودة في الجدول هي التي تساوي عدد البنود اللي موجودة في الموايسة اللي احنا حلناها يعني انا لو بسيت على الجدول لازم الاقيهم عشر حاجات لان انا حلت عشر بنود ما قدرتش الاقيهم حداشر بند لو لقيتهم حداشر بند يبقى فيه خلل في البند وفي نفس الوقت قدرت اوصل للي انا عايزه يبقى انا ببص كده على البنود بتاعتي يبقى ادي تلاقي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة والبند بتاعي التمان عشر يبقى انا كده مزبوط اجمعهم مع بعض بعد كده بقى اقول له على طول الحجم بيسوي المساحة في السمك باخد كل المساحة واضربها في السمك اللي هو مدهوني بعد كده بقول له مجموع حجوم بجمع بقى التمانية وستين اللي طلعت زائد الحجوم اللي موجودة يديني الحجم بعد كده بقول له الوزن الكل بيسوي الحجم في الكسافة اخد الحجم اللي طلع واضربه في كسافة المعدن في عدد النمازج يديني الحجم بتاعي بالجرام اللي هم تلاتة تلاف تمنمية سبعة وتسعين وسبعة خمسين من مية جرام يعني معناها ان هي بتسوي تلاتة كيلو او اربعة كيلو الا السمن بيسوي الوزن في سمن الكيلو على الف باخد واضرب الوزن في السمن يطلع بمتين تسعة وتلاتين وسبعين من مية بعد كده بقول له سمن القواعد وبعد كده بقوله حساب وجور العمال بيساوا عدد العمال في عدد الام في الأجر اليومي 2 في 2 في 40 بيساوا 160 بعد كده بقوله المصاريف النسرية باخد ثمن الخام واضربه في النسبة بتاعته تطلع ب59 بعد كده برضو باخده العمر الافتراضي واضربه في ثمن الخام يطلع النسبة بتاعته بعد كده بقوله اضافة 35% من ثمن الخام وجمع وبعد كده بروح جاي مجمع كله وديله الثمن الايه النهائي للمنطق هنا عند الثمن النهائي توقفنا وقدرنا نحل المؤيسة بتاعتنا بمنتهى السهولة واليوسف المؤيسة بسيطة ومادة المؤيسات من المواد الشيقة جدا 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 فهم ما تتخيل طالما حفظت القوانين والتزمت بها وحتة حفظ القوانين بتختلف من شكل لشكل لازم أكون عارف الأشكال وعارف المساحات بتاعتها وعارف المعامل الحسابي لكل حاجة بالمؤيسة دي نقدر نكون لمينا الكتاب كله في المؤيسة التسمينية أرجو من أبنائي وبنات الطلبة المراجعة على هذه المؤيسة مرة واثنين وثلاثة وإذا كان هناك أسئلة أو استفسارات فإحنا متواجدين بصفة مستمرة مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته